توصل منظمة سام للحقوق والتنمية تنفيذ الحملات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا في إطار جهودها المجتمعية والإنسانية الوقائية من مخاطر الفيروس حيث قام فريق المنظمة بزيارة مخيم النازحين بالمدينة الخضراء بمدرية توبا محافظة لحج وأشار منسق المنظمة زاهي النفيلي لأن هذه التوعيات تأتي في إطار استهداف مخيمات النازحين في مديريات المحافظة مضيفا أن الفريق قام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بزيارة سبعة مخيمات للنازحين في المحافظة جرى خلالها توعية الأسر النازحة بالإجراءات وتدابير الوقائية من فيروس كورونا